أهلا تفضل السلام عليكم وعليك السلام تفضل عندي آية ممكن تفسرها آية من عناية الاثنين قولي تعالى باسمنا الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار جميل علي ابن أبي طالب ولاهم الأدبار هذا كلام قناة بنفسك اكتب كده في جوجل اكتب كده في جوجل اكتب كده في جوجل يلا 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 بالسلام اكتب كده في جوجل إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله وأجاوبك على الآية إن الذين تولهم منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وببعض ما كسبوا ولقد عافى الله عنهم ولقد عافى الله عنهم ولقد ايه عافى الله عنهم ايه تاني ولقد عافى الله عنهم خلاص بس أنا عايزك كده تكتب في الحبل جوجل كده وغلب عليك اكتب كده ايه إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله وشوف كده مين اللي قال الكلام دوت هل هو علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب دي النقطة الأولى النقطة التانية لما عمر بن الخطاب ذهب كما أنتم تدعون إلى بيت فاطمة ضربها يطرى علي بن أبي طالب كان في العالية ولا كان فيهم بالزبط يعني ايه رأيك حلوة نفسي الشيعي ما يجيش للطعن بس نفسي الشيعي ما يجيش للطعن بس يعني هو جاي يتعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حسألك السؤال التالي طيب بعد ما فروا من المعركة طب في النهاية دي معركة وده جيش وحروب وسلاح لكن عليكم فر من عمر من غير معركة لا وده مش فر بس ده فر من أبي بكر الصديق وفر من عمر وفر من عثمان كل ده فرار في فرار في فرار في فرار يا رب على عقول الشيعة ربنا اهدينا واهديهم إلى سبيل الرشيد